اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان استدامة ازدهار ونماء العلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة يؤكد حرص القيادتين الحكيمتين في المملكتين الشقيقتين على تعميق مسارات النهضة والتعاون المشترك الذي تشهده المملكتان في شتى المجلات واعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم الفقر والاعتزاز بما تحظى به العلاقات البحرينية السعودية من حرص ودعم متواصل من لدن جلالة الملك المفدى واخيه خادم الحرمين الشريفين وثمن معالي رئيس مجلس الشورى الدور المحوري والاسهامات المتعددة لصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء واخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم سموهما المشهود لكافة مجالات التقدم والنماء في المملكتين جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بمعالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له واعتبر معالي أن ما يجمع المملكتين والشعبين الشقيقين من أواصر المحبة والمودة ووشائج القربة يمثل نموذجا متقدما للعلاقات الأخوية الراسخة القائمة على وحدة المصير معبرا عن الثناء والتقدير العاليين للمملكة العربية السعودية على دعمها ومساندتها المستمرة للمشاريع التنموية والحيوية في مملكة البحرين وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الآفاق المتعددة من التنسيق والتعاون الوطيد بين مجلسي الشورى في المملكتين الشقيقتين خصوصا في المحافلة البرلمانية الإقليمية والدولية يجسد عمق العلاقات والروابط المتأصلة عبر التاريخ مؤكدا الحرصة والاهتمام الكبيرين على مواصلة عقد الاجتماعات الثنائية بين المجلسين ولفت معالي إلى أن التعاون التشريعي والتنسيق المتواصل بين السلطة التشريعية ومجلس الشورى السعودي يشكل أحد الجوانب المهمة في تدعيم أوجه التطور والازدهار ومساندة المساعي الدؤوبة كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في دعم ومؤازرة المملكة العربية السعودية وتأييدها في كافة الخطوات التي تتخذها لتعزيز أمنها واستقرارها من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشورى السعودي عن الاعتزاد الرفيع بالشركات والتعاون الممتد عبر التاريخ بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وهو ما أسسه الأباء والأجداد وسار عليه الأبناء حتى يومنا الحاضر الأمر الذي أثمر عنه تكاملا وتطورا مضطردا في شتى المجالات الحيوية والمهمة وذلك بفضل رعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين للمملكتين الشقيقتين